دكتور أحسان إذن دعنا نشرك هنا حقيقة الأمر يبدو بأن الموضوع هناك متداخل من خلال تصريحات السيد كيمت التي يبدو بأنها تدخل في حالة من التناقض مع إرادة الإقليم هنا ولكن تذهب باتجاه تأكيد صلاحيات وسيادة الحكومة المركزية ولكن في حال دعني في هذا الإطار في حال زودت الولايات المتحدة منظومة دفاعي الإقليم كردستان ما هي التبعات؟ ما هي ردود الفعل المحلية والإقليمية أيضا على هذا الموضوع؟ لا أتصور من أن الولايات المتحدة الأمريكية ستذهب باتجاه تزويد إقليم حكومة إقليم كردستان بهذه المنظومة ابتداءا. بغداد تضع أكثر من مصد وتحفظ والموضوع ليس بجديد منذ الحرب على داعش رغم أن البيش مركز ترك مع الجيش العراقي في صنع الانتصار على تنظيم داعش لكن كانت هناك مطالب من قبل أربيل. أنا ذاك على ما أتذكر بضرورة أن يكون عقد اتفاقات تسليح مباشر لكن بغداد رفضت وهذا الأمر استمر إلى الحكومات المتتالية. والآن لا أتصور في ظل حكومة تتعمها الفصائل المسلحة الحليفة لإيران. يمكن أن نشهد تزويدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأربيل. أتصور من أن المصدات الداخلية ستكون في أعلى مستوىاتها. بغداد لا تزال تنظر إلى طموح أربيل أو القوى الكردستانية في قضية الانفصال الذهاب إلى الكومفدرالية على أنه يمكن أن يهدد الجغرافية العراقية هذا أولا. الأمر الآخر لذلك الشركاء الديمقراطي الذين هم الإطار التنسيقي يرفضون أي تقوية لإقليم كردستان على حساب المركز فما بالك في منظومة صواريخ للدفاع الجوي أضف إلى ذلك لا بد من أن نأخذ بنظر الاعتبار تركيا وإيران ستجد من أن تزويد الولايات المتحدة الأمريكية لإقليم كردستان بهذه المنظومة هو ما يهدد أمنها القومي ولذلك ستأخذ في الحسبان على أقل تقدير واشنطن ستبدد مخاوف أنقرة في هذا الجانب ولن تزود الإقليم بهذه المنظومة وحتى في قضية ترسانة عسكرية أكثر من المتوسطة من وجهة نظري وهذا ما أشار إليه السيد كيمت يقول إلا بموافقة حكومة بغداد ولكن دعني هنا أسأل فيما يتعلق بحكومة بغداد كيف يمكن أن تنظر بغداد لهذه الزيارة التي تمت بسهولة ويسر وسرعة أيضا في حين بأنه زيارات رئيس الوزراء العراقي أربع دعوات أو أكثر وجهت لكنها لم تتم لحد الآن أولا لا أتصور بأن أقليم كردستان ستخطى الحكومة الاتحادية ولا بد من تنسيق والدليل على ذلك كان هناك تواجد لسفيرنا في واشنطن وهذا يؤكد بأن هناك تنسيق اتحاديا هذا أولا لكن ما هو أعمق أستاذ عادل أنا أتصور من أن بغداد ستنظر إلى هذه الزيارة يعني هنا لا أتحدث عن الموافقة ستنظر إلى هذه الزيارة على أن أربيل تحاول أن تعزز من علاقاتها وأيضا طبيعة التأثير الأمريكي على حساب بغداد وأنت أشرت إلى قضية أنه إلى الآن لم تتحقق زيارة السودان على الرغم من وجود دعوة فيما يبدو بأن الأمور لا تزال في طور الترتيبات أو حتى نعم في طور الترتيب أو حتى في طور الاختبار لا أريد أن أخذ في هذه التفصيلة لكن مع ذلك أنا أتصور من أنها رسالة واضحة من قبل واشنطن إلى بغداد من أن لا بد أن تحدد موقفها هل هي مع شريك موثوق وهي الولايات المتحدة الأمريكية أم ستمضي باتجاه مبدأ التوازن الهشة الذي لم يحقق القناعة للولايات المتحدة الأمريكية من أن بغداد كانت على أقل تقدير تقف على مسافة واحدة ما بينها وما بين إيران لذلك الاستقبال أنا من وجهة نظري سيؤخذ فيه الحسبان من قبل بغداد وطبيعة هذه النقاشات أنا أعتقد ستخضع إلى جدل في الدائرة المقربة لرئيس الوزراء أو حتى على مستوى الإطار التنسيق وبالتالي قد نشهد النوع من الاحتكاك السياسي ما بين الإطار التنسيقي من جهة وما بين أربيل من جهة أخرى لأن الإطار ينظر لقلق بكبير لهذه الزيارات التي يقوم بها أقلين كردستان وبالتحديد سيد مسرور برزاني ترجمة نانسيق